اشتركوا في القناة يعني بالصحراء بالذات عنده حقب تاريخية عاشة في البادية وطبعا الآن لاحظوا عنه ولا مجتمع أغلبية ومتمدن وبالتالي هناك الكثير من الفوارق بين الأمرين كالإنسان في البادية يتمتع مقيم كبيرة جدا وقيم مهمة كيف مثلا كرم الضيافة مثلا عن الناس كانت مجتمع كاملة في البلد لشكل فرقان وعن إلى عادة العزيب يعدوا كاملين في البلد حيتهم كانوا في البلد ولعادلها يورد خيمة من الخيام للخيام كاملات وأي مثلة يحتاجها يعدلها طريقة تشاركية وهذه القيم هي قيم عالية جدا كان كذلك من بعض القيم اللي كانت الأمر أن تتخلى هذا المسمع كان كذلك الشيخ ورمز في القبيلة مهم كان إنسان يعني كقائد حقيقي يعطي يبتكر يبادر يصلح بين الناس يسير أعضاء القبيلة وكذلك العلاقة مع القبائل الأخرى والعلاقة المجتمع مع مجتمعات أخرى وهذا كامل كان في ويآم وكان في نوع من النسق مهم جدا وبالتالي المجتمع كان مجتمع ما يعرف إله لكل خدام ترى يسير عنده دور في الحياة المرأة عندها دورها في الحياة الرجل عنده دوره في الحياة وبالتالي تقاسم هذه الأدوار هي المثلة اللي مات لنا يشوفه اليوم اللي عندنا في المدينة طبعا المدينة كلها قافلوا اللي هداروا وعاد نوع ملفردانية كلها يعرف اللي ذاته مات ليش ترك حتى مع جاره القريب إلا القليل من الناس اللي مزالت محافظة على بعض العادات والتقاليد والقيام كذلك الفرق عنه إنسان إلى عادة البدية اللي له رهن للناس كامل وللناس لهو ولكن في الدشرة كلها وأموره كلها وأملاكه كلها قافرة على رأسه كذلك كذلك كانت الناس منين مثلاً زواج له يقع كانت العائلة تكلف ذاك كامل والطفلة تحوت مثلاً سنة عندها لين يجمع لها ذاك اللي يجمع وتقيم به اليوم متياها الصباح يعني الشباب عازف عن الزواج لأنه المهر غالي وبالتالي لا أبغى يتقدم الحد لا أبداله من يعني سلف والله لهي يجمع لجامعة ثلث عمان والله أربع والله خمسة ويعطيه في نهار واحد ومع ذاكامل يبقى عليه الكريدي وبالتالي هذا الأمر مات لفيد القبيلة سيره كما كانت ولو أنني أنا لا أتكلم عن القابلية ولكن أتكلم عن القبيلة كنوات لتسيير وتدبير العلاقات البشرية فمحيط معين هذه كلها الحمد لله قيم اللي مهم ما كانت وبالتالي هذه الأجيال لا تعرف كثير عن هذه القيم لا تعرف أن الاتكالية ما كانت ما تعرف عن كلها لعب دوره واليوم الشباب الأكثرية قاعد قدام تلفزها والله في القهاوي وحتى القراية ما هي محبوب أقباله ترجمة نانسي قنقر